السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني كيلو اي هنحط عليهم دلوقتي معلقتين كبار من اللبن البودرة قليل الدسم ممكن تستعملوا زبادي لو ده مش متاح ومعنا هنا موج من اللبن هناخد منه على حسب قوام الجبنة ومعنا هنا زيت زتون هناخد منه معلقتين كبار ايه دلوقتي هنعمل ايه هنجب معنا الكبة ونقطع فيها قالب الجبنة القريش ده جماعة ملح قليل لو الجبنة اللي عندكم ملحها كتير حطوها في مية مدة ساعتين او تلاتة الملح بتاعها بيقل اللي خالص دلوقتي بنقطع الجبنة القريش بالشكل اللي قدامنا ده وهنحط عليها دلوقتي معلقتين كبار من زيت الزتون لو ما انتوش عايزين الجبنة دايت ممكن تحطوا اي نوع زيت نباتي بالكمية اللي انتو عايزينها على حسب قوام الجبنة اللي انتو عايزينه هنحط دلوقتي مجل ربع من اللبن مبدئيا طبعا على حسب قوام الجبنة اللي احنا عايزينه هنحط دلوقتي معلقتين لبن البودرة قليل الدسم ونضربهم مع بعض في الكبه كويس بيكون معانا بالقوام ده يا جماعة لو مفيش لبن بودرة ممكن تستعمله زبادي المتاح بالنسبة لكم استعمله بيكون القوام بتاع الجبنة بالشكل اللي قدامنا ده كده بالنسبة لي حلو جدا لو انتوا عايزينه اخف من كده ممكن تستعمله بقى كمية اللبن شايفين ماشاء الله القوام بتاع الجبنة تقيل وجميل جدا طبعا لو انتوا عايزينه اخف من كده زودوا لبن دلوقتي هنجيب طبق التقديم ونحط فيه عشان تشوفوا بس القوام بتاعه هي نزلة في الطبق اكتر من راقة طبعا انتوا بتحتفظوا بيها في التلاجة جماعة في علبة في التلاجة لو كمية كبيرة سموها وعينوا جزء منها في الفريزر علشان دي لمدة 3 او 4 ايام بس بعد كده بتنزل الميا بتاعتها وببقى طعمها مش حلو فهو لو الكمية عملتوها كبيرة عينوا منها جزء في الفريزر دلوقتي بنزينها بورق من البقدونس وقطع من الخيار وبتكون جميلة جدا وبتعجب اولادنا قوي اتمنى تكون الطريقة بتاعت النهاردة عجبتكم اذا عجبكم الفيديو بتاعت النهاردة يا جماعة اوه هتنسوا تشتركوا على القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهاتي اوه هتنسوا اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة وبالفة هنا وعد